السلام عليكم أخوتي المغربة أنا واحدة من الجالية المغربية كانت مقيمة في فرنسا جيتنا هنا في 2018 شهر 8 شريت واحد برطما من ياسين بوخ هو مراد يالب في الحومة الحدد عمارة الشرفة يقولوا له مشينا شفناها الموهم شفناها الموهم عجبتني تفاهمنا على التامن تفاهمنا على التامن 65 مليون الموهم ذيك الساعة عطيتو الشيك فيه 8 مليون ونص وعطيتو ذيغما 10 مليون والشيك 8 مليون ونص الموهم الموهم مشيت في حالي تفاهمنا الموهم بزاف ما يتقل في هذا الموضوع أنا غنختصر ذيك الساعة نك تفاهمنا شهر الموهم أربعة شهر عطانية باش غنجي نكملوا بقل يجمعوا للناس اللي شراوا منو غنجيوا باش نكتبوا الموهم هوت أنا وقيلة في موهم هوت مور هيدا نقول لك في شهر 12 جبت في 15 يوم هوت جيت باش نكملوا موهم عيط لي قال لي باش تكملوا باش تتسلم الشوقات جيت الموهم كملت له وعطيتو 18 مليون ديك الساعة 18 مليون قال مليون قال طيب على صفحة بسيدي اللي مليون قال عند النطر وقل لي لم يدو سيدي لك عينش عيط لديك النطر المهم بزاف ما يتقل فيها عيط له قلوا أراهاشنننن المهم دابا بقى ما جوني الناس صافي المهم مشي تخرجت في حالي ورجعت من عندو طيبوا السياسين اشني انتيندابا قلت لي السكنة وجدة ومشيت عند النطر مكينوالو قال لي يا لله وصافرة الناس ما جاوش الناس اللي غا نسلم لكم السكنة يعني ما نقدرش نسلم لكم السكنة غير نتينا بوحدك لابا هو هادشي فاش كان كي اعتار قطلو شوف انا مشارية مع الناس لا والو شارية من عندك غا تعطني السكنة ديالي انا نتينا عارف راسك انا السكنة ما عنديش فين كون انا اي عند خوتي وهو عارف هادشي قلي انا قلي ما نقدرش نعتك السكنة قلي ضروري خصني ما نقدرش ندير العساس صغير عقلك صافي مشيت في حالي المهم مشيت رجعت حاليا فرنسا عارف رجعت المهم بقيت كان نتصل به كانت تصل به المهم في الفين وعشرين شهرت ناشي جيت مني جيت قلي يجي يا راه غنسلمه قطلو اخها جيت المهم كمرت له الفلوس عطيت اتنين وعشرين مليون ونص صافي قليت دوصي ديالك عند النوطير وكل شي مشيت عند النوطير قلي لله ما كينواله صافي رجعت عنده واني رجعت عنده قطلو يا سين شني هادشي كتلعبي يا واقيلة قلي الله وغا سمحلي الناس اللي اللي عملنا معهم ما جوش قطلو المهم انا ماجه وش مشي شغلي دابال فلوس كملتو ملك وغا تعطيني السكنة قلي الله ما نقدرش أنا المهم كالعطرالي كان كيقول لي ما نقدرش نعطيك انسلم لك السكنة وغير بوحدك انا ما نقدرش ندير لك لك قون سياج بوحدك صافي المهم بقينا هاي ذاك كثل الجيدال وهدي صافي المهم بقيت خرجت الله الله انا ماتهد كوني خرجت من ذك باركين لي تحت من النور عرفتي مع الجامعة بادر ذك باركين بقيت غالسة كان بكي ما عرفت ما ندير كان شوف في السماء جبارت راسي بعيدة شوفت في الأرض جبارت راسي فوق منا لأنه راني محاصلة صافي المهم بقينا هكك كرجعت حاليا أنا في فرنسا ونين رجعت جيت في المهم بقيت كان صدعو كان صدعو كان صدعو كان صدعو المهم ديمن كان صدعو وواحد خيه هنا يخليتو يمشين عندوك يصدعو المهم اخر هذا عمل معي اجي وانا بغيتي السكنة ولا الفلوس ديالك المهم شبرت انا طيارة وجينا انا ورجل ديالي ما يجينا مشينا نعندو مني مشينا نعندو اعطانا هاد السكنة الله هاد الورقة هادي قلك غاتمشي باش تنازل لي دير تنازل الى السكنة باش نعملك فيغمة حاجة الان والفلوس اللي يعني عطيتلون وغي تعطانا هاد الورقة هادة و هاد في حالي بغيت ما طلع ليها قالوا الرجل الي الي ااريها قالوا اللّاب اللّاتي تتتيني الورقة دفيغمة وودك سعها نعطيهم لك بجوجبهم قالوا الرجل الي الي ااري هاد وما يتجيني الورقة دفيغمة نجي مورها هو ايو الشك صافي عملنا فوتوكوبيا وعطيها لنا صافي قد كانت تسنة وقالي 24 ساعة يدخلوا للك الفلس وقالي كل نهراء هماني البانك وكينوالو دايما كان عيطلو عندي كل شي عندي كل شي عندي الوديوس باش كان عيطلو عندي قولي انا دخلتو ملك صافي قزتلي 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 عاودي قولي اراني عادو وزتالك من القرد الفلاحي كل مره المهم كلمة في شكل صافي راجديالي طلع في حالو قلت له صير طلع وانا بقت هنا يا طلع هوا دمع مكان التحاجة من بعد صافي عييت طلعت في حالي منين طلعت في حالي؟ ما طلعت مشيت مشيت عند المحامي عمشيت عند المحامي عطيتوله وراق المهم دفاع المحكامة طلعت في حالي ماي طلعت في حالي صافي دفعت دعوة المحامي عيطلي المهم في شهر واحد قل لي يا مالكي لا جبرت كيف تعمل هود قلت له صافي قطعت نهار عشرة في واحد هود جيت قال لي غا تمشي تعمل بها مهم تعمل 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 شيكاية نشينا المهم مشيت تعمل تبلنت أعطيت ما عندي من بعد طوله تواجهنا هو سقرب كل شيء قرب اللي كاين وعملوا واحد تعاهد باللين هار ستاو عشرين غايدخلي فلوسي من بعد ما كاين والو مدكشي نهار ستاو عشرين طلعت ما كاين التحاجة سعانك صافي قلت المهم صافي عاي طوله قالوا المهم ده هدروا معنا قلهم صبروا عليا غير واحد اليومين رهجة من المشروع وراجل كبير مهم كل مرة وحجة اللي كي قلنا قلت له المهم قالنا صبروا عليا نغدا صيفتو ندخلهم لك قلت له واخها المهم أنا صابرة أنا باقي عندي هنا يا الوقت صافي مشيت في حالي وهو مهم نغدا ديالو لاربع كي عاي طولي هو ومرا ديالو جوجبين أجيوا اللي بيرو أجي اللي بيرو نهضرو راه مول المشروع هنايا باش نهضرو وفالاخر شني كان كي طمعني كيقول لي باش نزيدو لك مهم ديك تعويضات الله رحم والدك قلت له شوف أنا عطيني غير رزقي ما عطيني لتعويضات لوالو ما طالبا والو عطيني غير حلال ديالي واللي اللي مشاه ربي غير يعاوضو لي صافي المهم قليتو مهكاك وطلعت عند البوليسي قلت له راه هاد الانسان ما بغاش يدير معاي عحلة باقي كيقول لي عدخسك 15 يوم صافي ديك بوليسي المهم قال لي صافي نغدا أجين عندي باش يجي باش نشوفو شني غاي هادك مهم ديالو مشيت كان لخميس مش اقلأ جمعة مشيت تواجهنا اجبرتو تمه هو جابوه بدك يرغبني قلت لك صبر علي خمسة شون قلت له أنا ما عنديش لووقت صافي ما عنديش يا عباد الله راه انا قسني مشي نقلب على الخدماء عاد ما ما ندير الحياة ديالي صافي المهم ديك بوليسي قلت لي ما تصبرش علي قلت له أنا ما تصبرش علي صيف طولي الميلف ديالي عند وكيل مالك مصافي مهم ديك بوليسي قلت لي المهم احنا عيتنا عيتنا الوكي المالك وقلت لك غا تمشي تدير الدعوة مدنية عطاوا خمسة شهر يوم عطاوني خمسة شهر يوم باش ندير ديك الدعوة صافي المهم وحامي ديالي كان عاملها نقبل صافي دابا شني قلت للمحامي ديالي مهم شيت عن المحامي ديالي قلت لي شوف قلت لي لعندو شي أملك ما عندوش رغاية كيل لعبينة يمكن كيل لعبينة أنا عارفة كيل لعبينة هذه عامين ونصف كيل لعبينة عارفة خادمها مزيان كما ولكن الحمد لله دابا المطالب ديالي أنا كنطلب سيدي يدير لي حق سيدي محمد السادس يدير لي حق لحقاش أنا عشرين عام وانا خدمت في أوروبا في فرنسا ومشيراني قاريا باش نقول لك ارا خدمت بالراحة أنا جيبتهم بالعرق هكا خدمت فلاحهم خدمت ممينج ما خليت ما خدمت بالعرق ديالي يجي واحد آخر يديهم الكبار ديالي ما يمكنش ما يمكنش هذا أخصص القانون يطبق على كل شي علش حنا يغين ناس الخارج اللي يضغطوا علينا في هذا الشي هذا ينصبو علينا علش علش الانسان أخصصي يعطيونا حقنا يعطفو علينا في هذا الشي كان طلبه محمد السادس يدير معايا يوقف معايا الله يرحم له والدي هذا الشي اللي غا نقول